مرحبا بكم ابناء الطلاب في درس جديد من دروس القراءات الأول مسار المشترك اليوم الخميس 16 8 نحييكم تحية الإسلام مرحبا بكم ابناء الطلاب اليوم إن شاء الله نأخذ مصاحف القراءة الذين رووا عن عاصم وما هي اصطلاحات الضبط عندهم فمن أهداف درس اليوم إن شاء الله أن يميز الطالب بين اصطلاحات الضبط في مصاحف الإمام عاصم بناء بنجود أيضا أن تبين دلالة كل علامة تدل على ماذا وترمز على ماذا كما عودناكم في كل درس نحب أن نأخذ مراجعة عن أهم الدروس الماضية نحن في الدرس الماضي تحدثنا عن ترجمة للرواة الذين أخذوا عن عاصم والتحدي كلنا الراوي الأول هو شعبها بن حجاج أو شعبها بن عياش الكوفي رحمة الله عليه والراوي الثاني هو حفص الذي روى أيضا عن عاصم أما بالنسبة لسند حفص فحفص قرأ على عاصم وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وهذا أبي عبد الرحمن قرأ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا السند أقرأ حفصا وبسند آخر أقرأ شعبه من طريق فشعبه قرأ على عاصم وعاصم قرأ على زر بن حبيش وزر قرأ على عبد الله بن مسعود الذي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفرق بين سند شعبه وسند عاصم أو آسف حفص اليوم إن شاء الله نتحدث عن مصحف عاصم وما هي ضبطه هذه المصاحف أن تستطيع أن تقرأ وتقرأ في المصطلحات المطبوعة في نهاية المصحف بالأمس كنت أتصفح وجدت أن مجمع الملك فهد لطباعة الحرمين الشريفين الآن يطبع مصحف شعبه وسوف يكون إن شاء الله مهيئ في الموقع الإلكتروني مصحف شعبه بإذن الله ستجدونه عند تصفح الموقع بإذن الله اقرأ قوله تعالى طاها ماذا تلاحظ ما قرأها يعني حفص يقرأها بدون إيمالة بدون إيمالة فتقرأ طاها تقرأ طاها ما معنى اصطلاحات الضبط اصطلاحات الضبط هي اصطلاحات وضعت تكون موضعت يعني من أيام قديمة جدا ممكن على عهد أب الأسود الدؤلي وغيره وضعوا هذه الاستلاحات فاصطلح عليها القرأ سواء كان في المشرق أو في المغرب اصطلحوا على هذا الضبط هذا الضبط وضعه يعني لما كتب عثمان المصاحف رضي الله عنه جعلها غير منقطة وبدون اصطلاحات ضبط ثم بعد ذلك يعني حتى تأخذ جميع القراءات ثم بعد ذلك نقطها عثمان او نقطت فيما بعد ووضع لها اصطلاحات في الضبط فمثلا احيانا توضع دائرة او صفر مستدير تجده صفر صفر وهو مستدير وهذا الصفر المستدير يعني يكون فوق حروف العلة ثم اذا وضع هذا الصفر المستدير فلا تنطق لا وصلا ولا يعني وقفا فتقول مثلا قوله تعالى يتلو صحفا مطهرة لاحظ هنا ما قلنا يتلو وإلا لو قرأنا الالف لقلنا يتلو صحفا لكن لما وجد هذا الصفر المستطيل فدل على ان هذا الحرف وهو حرف العلة يسقط لا يقرأ لا وصلا ولا وقفا فاذا وقفت تقول يتلو او اذا وصل يتلو شوف لاحظ فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف تقول يتلو صحفا مطهرة فكأنك لم تنطق به بل لم تنطق به لانك لو نطقت به لقتيات لواء وهكذا لا تقرأ بل يوجد صفر فعندما ترى هذا الصفر المستدير فوق اي حرف لا تنطقه ولا تقرأه اعتبر هذا الحرف غير موجود غير موجود احيانا تجد ابني الطالب صفر نفس هذا الصفر ولكن ليس دائري انما مستطيل انما صفر مستطيل فيعني استطالته تفرق بينه وبين الدائرة فلاحظ هنا الصفر يعني ولكنه جاي يعني بالاستطالة فليس دائري دوران كامل هذا الصفر المستطيل تجده دائري يعني احيانا يعني فوق الالف وهذا الالف ان كان بعدها متحرك متحرك او يعني بعد متحرك شوف انا مفتوحة انا مفتوحة فهذا الالف يدل على زيادته يعني وقفا لا وصلا مثل قوله تعالى انا خير انا خير فعندما تقف تقول انا عندما توصل تقول انا خير تسقطه ولا تقوى احيانا حب ابني طالب ان تقرأ تكتب الالفات السبع الالفات السبع مثل لكن في هذه من الالفات السبع في سورة يعني في سورة لكنهو الله ربي بسورة الكاف فعند الوقف تقول لكن وعند الوصل وستجد فوقها يعني صفر مستدير عند الوصل تسقطه لكنهو الله ربي اذا احيانا يهمل هذا الالف التي بعدها ساكن مثل قوله انا النذير انا النذير فهنا اهمل اذا كان بعده ساكن احيانا تجد يعني رأس خاء بداية الخاء ولكن لم تكمل هو رأس خاء فقط هذا رأس الخاء الصغير بدون نقطة بدون نقطة فوق اي حرف يدل على ان هذا الحرف يعني سكون هذا الحرف وهذا الرأس عادة يأتي مع يعني مع النون يعني او نقول هذا الحرف يأتي مع نون او يأتي مع الدال الساكن فعلى انه هذا الحرف الذي بعده يكون مظهر بحيث تظهره فتقول من خير قد سامع قد سامع فلاحظوا الخاء هنا الرأس الصغير للخاء موجود فوق النون موجود ايضا فوق فوق الدال فعندما يوجد وهو بدون نقطة هذا يدل على سكون ذلك الحرف وعلى انه مظهر فلا تخفيه فتقول من خير لا تقول من خير لا ما تقول هكذا تقول من تظهره وتسكنه وتظهر السكون عليه فهذه علامة يعني كأنه علامة سكون لهذا الحرف فتقول من خير فيكون مظهرا قد سامع قد سامع ايضا نلاحظ احيانا حرف الميم في المصحف حرف الميم حرف الميم اذا رأيته فاعرف ان الحكم اقلاب فاعلم ان الحكم اقلاب فهذا الميم ميم صغيرة بدل الحرف الحركة الثانية من المنون تسقط الحركة الثانية وتوضع هذا الحرف فوق الساكن بدل السكون مع عدم تشديد الباء الاتية يدل على قلب التنوين او النون ميما فتقول مثلا لاحظ عليم عليم هي اصلا منونة الساكن الثاني ابدل بميم فتقول عليم بذات الصدور اذا تقلب التنوين ميم تقلبه حرف ميم كامل عليك كانت تنطق ميم عليم بذات الصدور فتقلب التنوين ميما او تقلب النون يعني ميما فتقول عليم بذات الصدور وستجد هذا الحرف انظر اليه حرف الميم هذا الحرف الميم الصغير اذا يدل على الاقلاب طيب عندنا تركيب الحركتين احيانا لدينا حركتين تكون هاتين الحركتين ضمتين او فتحتين او كسرتين ولكن مركبة بعضها فوق بعض فالضمة لاحظ هنا فوق الضمة والفتحة فوق الفتحة ولاحظ ايضا الكسرة فوق الكسرة لاحظت ابني الطالب فهذا فرق بينه وبين الذي اسفل منه اسفل منه لاحظ متتابع يعني بينهم مسافة بينهم مسافة اما هنا لا فوقه مباشرة فلاحظ الضمة هنا كيف فوق الضمة ولاحظ هنا الضمة بعد الضمة هذا يسمى تتابع اما هنا تركيب فوق بعضه فاذا وجد يعني الحركتين مركبتين سواء ضمتين او فتحتين او كسرتين يدل على ماذا يدل على الاظهار اظهار التنوين الان هذا حكم التجويد ظاهر امامك ما يحتاج ان تعلم هذا الحكم فمجرد امن ترد الحركتين متراكبتين قل هذا مباشر قل اظهار اظهار التنوين سميع عليم لاحظ الضمتين متراكبتين فتظهر فتقول سميع عليم سميع عليم اظهار تظهر يعني التنوين اظهره سميع عليم لك تجيب الاقلاب هنا عليم بقلبناه مين اما هنا اظهرنا سميع عليم اذا هذه هاتين الحركتين المتراكبتين ضمتين او فتحتين او كسرتين طيب احيانا نجد حركتين يعني متتاليتين متتاليتين هذه تلو الاخرى هذه بعد الاخرى وليست فوقها ان كانت فوقها مباشرة اظهار لا هذه بعدها تجد بينهم مسافة فلاحظ هنا ضمتين فتحتين كسرتين تقولك مع تشديد التالي يدل هذا اما على الادغام الكامل طبعا هي تدل على الادغام او الاخفاء تدل على الادغام او الاخفاء فاذا كان بعده شدة فيدل على الادغام الكامل ادغام الكامل فتقول يومئذ ناعمة فتدغم ادغام كامل التنوين بالنون وتشدده يومئذ ناعمة خشب مسندة خشب مسندة فهكذا عندما تتلو وتجد الآيات طيب اذا تتابعت بدون تشديد الان يأتي بعد الضمتين او الفتحتين الكسرتين حرفا غير مشدد فهذا يدل على الادغام الناقص ادغام الناقص وانت تعرف عروف الادغام المجموعة في قولك يرملون يرملون هنا لاحظ الياجة بعد التنوين والضمتين هنا متتاليتين فدل على انه ادغام وليس مشددا اذا ادغام ناقص وجوه يومئذ ناعمة لاحظت كيف النطق طيب وقلنا يدل ايضا ايضا هذا مثل اخر رحيم ودود ليس مشدد فادغام ناقص ايضا قلنا يدل على الاخفاء اذا لم يكن من حروف يرملون فهو اخفاء وانت تعرفه بان الضمتين متتاليتين او الفتحتين متتاليتين او الكسرتين متتاليتين طيب الاخفاء شوف لاحظ ضمتين متتاليتين اذا ادغام يا اخفاء هل بعده من حروف يرملون لا اذا اخفاء مباشرة توقفي التنوين شهاب ثاقب شهاب ثاقب لاحظ كيف الاخفاء ايضا سراعا ذلك سراعا ذلك فتجعل حركتين الاخفاء شوف لاحظ هنا ايتين متصلتين وتلوين يعني متتالي بأيدي سفرة كرام وهنا ميم ايضا اقلاب بأيدي سفرة كرام برارة هنا اذا الاحكام ان تستطيع ان تعرفها من خلال المصحف مصحف حفص وبسهولة جدا بسهولة جدا ولكن تحتاج منك الى تركيز و الى اتقان و مراجعة و مراجعة طيب ننتقل الى رمز اخر احيانا نجد ايضا الف صغيرة او واو صغيرة او يا صغيرة او نون صغيرة فهذه الالف والواو واليا و النون نجدها احيانا بفوق الحرف او بعد الحرف هذه تدل على ان هذه الحروف كانت متروكة يعني تنطقها وتقرأها يعني كموجودة ولكن كانت متروكة لانها موجودة في قراءات اخرى قراءات اخرى يقرؤون بها قد تجد قراءة اخرى يقرأ بهذه الالف أو بهذه اليا أو بهذه الواو أو بهذه النون فهي متروكة في المصاحف العثمانية يعني لم تكتب في المصاحف العثمانية لكي يتوافق المصحف العثماني لجميع القراءات ولكن في حفظ قيدناها لأننا نتحدث عن مصحف حفظ ولكن تكتب وتوجد كما وضعها عثمان رضي الله عنه فهي غير موجودة مع وجوب النطق بها مثلا ذلك الكتاب شوف الألف الصغيرة بعد الذل فتنطق ذلك يلوون طبعا القراءات الثانية يعني مع الإشباع مع مدش التلالين مع التسهيل هذا القصد وليس أننا نأتي بحرف كامل لكن نأتي بثلثة الحركة بثلثة الحركة حسب ما هو يعني يكون في القراءة لعظ الواو يلوون شفت الواو الصغيرة هنا كأن فيه واو تنطقها هذه ضمة يلوون فتنطق الواو يلوون ما تقول يلون يلون أو تقول مثلا ذلك لا لا تنطق الألف ذلك يلوون طيب هنا لاحظ الياء فوقها ياء مشددة إن وليية وليية كأنها ياء يين وياء مشددة لوجود الياء الثانية المكتوبة هذه طيب لاحظ هنا أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى وكذلك ننتي في سورة الأنبياء لنلاحظ نون ثانية فوق هذه النون فأصبحت يعني نون وبعدها نون ساكنة فيكون هنا أخفاء نوجي نوجي واضح طيب إذن ينطق بها هذه الحرف طيب أحيانا نبلاي الطلاب نلاحظ حرف السين حرف السين حرف السين هذا يكون فوق حرف في نهاية الكلمة في نهاية الكلمة وحرف سين آخر نجده سيأتينا حرف سين في نهاية الكلمة وحرف سين آخر نجده فوق إما فوق الصاد أو تحت الصاد خذها قاعدة اقرأ الحرف الأعلى اقرأ الحرف الأعلى فمثلا وضعوا السين أعلى اقرأ بسين وضعوا الصاد الأعلى اقرأ بالصاد فإن وضعت تحت الصاد دل على النطق بالصاد أشهر وإن وضعت فوق الصاد دل على أن النطق بالسين أولى فهكذا تقرأ مثلا ياب سط تجدها في صوت البقرة فوقها السين فتقرأ بالسين ياب سط ما تقول ياب سط ياب سط وهذا كما ذكرت لك ليتوافق مع المصاحف الأخرى فهناك القراءات التي تقرأها بالصاد تقرأها بالصاد طيب أحيانا بعض الطلاب يقولك والله أنا ما أعرف حرف المد حرف المد واضح وظاهر وعلامة العلامة هذه هي علامة المد ألف يعني طويلة هكذا فتجدها ألف يعني نائمة وطويلة ممدودة إذن هذه العلامة هي علامة المد تمد الحرف أربع خمس ست حركات تمده فالمد هذه إذا رأيتها أعرف أن للدلالة على المد مدا لزوم المد مدا زائدا فعن المد الأصلي يعني ليس حركتين أعلى من الحركتين فتمده مدا فلا تأتي بآيات تجد هذه المدود موجودة فيها طيب أحيانا نجد هذا الرمز معين نجده رمز معين أو نجده دائرة مغلقة دائرة يعني مصمتة مغلقة يعني هم يفرقون بينها وإلا هي في القرآن ثلاث كلمات في القرآن ثلاث كلمات وجد لكن في حفص وفرق بينها إذا وجدت المعين فدل هذا على الإيمالة الإيمالة أنتم تعرفون أنها موجودة مثلا عندها يعني أكثر الإيمالات موجودة عندها في رواية نافع وارش عن نافع فنافع يميل حفص وافقه في هذا الموضع فهذه هي الإيمالة أنك تبدل الحرف المناسب لحرف المد من جزء حركته فهناك تبدله فتقول بسم الله مجريها طبعا ما تمكن ليها التمكين كامل مجريها ومرساها شوف مرساها ما فيها إيمالة فتقول لما يجريها هذه هي الإيمالة هذه هي الإيمالة إذن يدل على إيمالة الفتحة هنا الموجودة إلى الكسرة وإيمالة الألف إلى اليا إيمالة الألف إلى اليا وهذا الموضع الوحيد بالنسبة لإيمالة يعني حفص في القرآن الكريم الذي وافق فيه القرآن طبعا أيضا استخدم هذا الرمز على تأمن هو في الواقع يعني يجعلونه رمزين رمز معين وهذا كان موجود قديما عند المشارقة وعند المغاربة دائرة دائرة للثلاث كاملة فهذا يدل على الإشمام إذا وجدت الرمز في صورة يوسف يعني هي ثلاث مواضع في القرآن وجدت فوق هذا الرمز التي مجريها في صورة هود تأمن في صورة يوسف أعجمي في صورة فصيلات لا غير هذه المواقع الثلاث طيب هذا يدل على قبيل النور مشدد من قوله تعالى يدل على الإشمام وهو ضم الشفتين الإشمام ما هو يعني ببساطة الإشمام أنك تضم لتخبر طبعا شوف الإشمام لمن يراك الكفيف لا يرى الإشمام لا يرى الإشمام الكفيف يسمع الروم يسمع الروم أما الكفيف لا يرى الإشمام إشمام هو فقط ضم الشفتين دون حركة ما لك لا تأمن على يوسف كان فيه ضمة أنت رأيت شفتيني إذن اعرف فيه ضمة حتى نهاية الآيات إياك نعبد وإياك نستعين إذن هذا إشمام أنت الآن عرفت من خلال قراءتي أن النون مضموب في نستعين من خلال الإشمام وضم الشفتين إياك نستعين إذن إذا رأيت هذا الحرف لك فيه الإشمام ولك فيه أيضا يعني ضم الشفتين ولك فيه الروم والروم هو اختلاس الحركة ثلث الحركة عكس التسهيل التسهيل ثلثي الحركة أما الروم ثلث الحركة تأتي بثلث الحركة نأتي بآية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين كأنك سمعت مني حرف الواو ثلث الحركة آسف الضمة أيضا هنا ما لك لا تأمن ونا على يوسف لا تأمن ونا على فكأنك تعلم أن هناك ضم فوق النون أما الإشمام ما لك لا تأمن ونا على يوسف إذن إذا عرفت إذا رأيت هذه العلامة فأعلم أنها إما عن الروم أو الإشمام كما بيّنت لك أيضا نقطة مستديرة وهذه نقطة مستديرة وضعت فقط فوق أعجمي أما في المصحة في المكتوب الآن وضع المعين هنا وهنا فأعجمي للدلالة على التسهيل والتسهيل قلنا لك ثلثي الحركة وليس ثلث الحركة بين 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 هنا بين الهمزة والألف يعني تأتي بين هذا الحرف تسهله بين الهمزة والألف فتقول أعجمي ما تقول ها أها أعجمي أعجمي هذا غلط إذن ألف كامل أعجمي غلط أعجمي غلط أعجمي غلط أعجمي بالتحقيق غلط أيضا إذن ثلاث مواقع خطأ تقرأها التحقيق أعجمي الأبدال الألف كامل أعجمي أو أبدالها ها أعجمي إذن أعجمي تأتي بثلثي الحركة من الألف هذا يسمى التسهيل طيب نجد أيضا سين موضوعة في نهاية الألف في نهاية الألف غير السين اللي موجودة موضوعة فوق الصاد أو تحت الصاد هذا يدل على ماذا؟ على السكت بدون تنفس السكت بدون سكت سيسيرة بدون تنفس فتقول عوجا قيما ما تتنفس لا تتنفس وأيضا هناك آيات وردت وقيل من راق لاحظ أيضا ابحث أنت عن المواضع الأخرى التي تجد السين يدل على الحرف الأخير وهو يدل على السكت الخفيف طيب هذا يعني تترى نحب نختم به أشهر كتب المصنفة في علم الضبط المحكم في نقط المصحف اللي هو المصاحف لأبي عمر الداني أيضا أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار هذا جزء من الكتب وإلا الكتب المؤلفة حتى حديثا كثيرة جدا ولله الحمد إذن أنت ابن الطالب تحتاج إلى أنك ترجع في نهاية المصحف في آخر صفحتين وتقرأ في الضبط باختصار الضبط هو علامات تدلك على التجويد أو تدلك على معاني أو حركات لهذه الحروف كالدغام والإخفاء وغيره أستودعكم الله بناء الطلاب ألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر